من المعروف أن الجفاف الناتج عن قلة شرب السوائل له دور في تفاقم مشكلة الحصوات البولية والصيام لأكثر من 15 ساعة في اليوم يضع الجسم في حالة من الجفاف حيث إن الماء عنصر بالغ الأهمية لمجموعة متنوعة من الوظائف الحيوية والطبيعية ويشكل ما نسبته 60 إلى 70% من مجموع وزن جسمنا وتشير الدراسات إلى أن شخصاً من بين كل عشرة أشخاص سيطور على الأقل حصوة كلوية واحدة خلال حياته وهذه الكتل الصلبة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية وقد تتطلب جراحة والعديد من حالات المغص الكلوي الناتج عن هذه الحصوات تصل المستشفيات خلال شهر رمضان ولفت الأطباء إلى أن حالات الحصة لا تصبح مؤثرة ومتفاقمة إلا إذا كان الإنسان لا يشرب كميات وفيرة من الماء ولا يمارس الرياضة بشكل منتظم ولتجنب تشكل الحصة خلال شهر رمضان فإن أفضل طريقة هي الاكتار من شرب الماء وينصح الخبراء بشرب ثلاثة لترات من الماء بشكل يومي ويمكن شرب الحساء والشاي والقهوة كجزء من منظومة شرب السوائل مع تجنب المشروبات السكرية وينصح الخبراء أيضا بتقليل الأمراح والبروتينات الحيوانية واستبدالها بمصادر نباتية مثل المكسرات والبذور وبعض البقليات مع ضرورة إضافة الخضروات والفواكه الطازجة والليمون للوجبات